تبقى ثلاثة أيام على انتهاء التفويض الذي منحه الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين للكنيسة من أجل تشكيل حكومة أو حل البرلمان ومن ثم التوجه لجولة ثالثة من الانتخابات هذا ووفقاً لوسائل العلام الإسرائيلية أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو كافة الوزراء وأعضاء الكنيسة من تكتل اليمين بإلغاء كافة رحلاتهم للخارج إلى حين حل الكنيسة والإعلان على الانتخابات وذكرت المصادر الإسرائيلية أن الوزير أوفر أوكينيس ألغى رحلة مقررة إلى الأرجنتين للمشاركة في حفل تنصيب رئيس البلاد فيما ألغت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريجيف رحلة إلى باريس للمشاركة في مؤتمر حول اللاسامية كما ولن يشارك الوزير يوفالشتاينز في مؤتمر المناخ وتشير التقديرات الإسرائيلية بأنه في حال عدم التوصل لاتفاق تشكيل الحكومة في الأيام الثلاثة المتبقية فإن الجولة الثالثة من الانتخابات البرلمانية يتوقع أن تجري في الثالث من شهر أذار المقبل